موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مستمرين معكم في تغطيتنا المستمرة عن الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق والتي تجري وسط حالة من الصخط والغليان الشعبي من ترد الأوضاع في البلاد والذي ترجم بدوره إلى مقاطعة واسعة للانتخابات كانت بدايتها في التصويت الخاص ثم اتسعت دعوات المقاطعة التي استهلها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا اليوم العاشر من تشرين الأول أكتوبر سيكون معنا في هذه التغطية المفتوحة في فترتها الثانية في الستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري سؤال الظذير مرحبا بكم مرة أخرى أهلا بي وستكون معنا عبر الهاتف من بغداد المتحدثة باسم نقابة المحامين علياء الحسيني أستاذ علياء مرحبا بكم أهلا وسهلا أهلا بي مشاهدين الكرام فاصل ومن ثم نعود إليكم إذا المشاهدين الكرام متواصلين معكم في تغطيتنا المستمرة على الانتخابات التي تجري في العراق الانتخابات النيابية المبكرة عن الوضع الميداني لعملية التصويت أبدأ معكم مستاذ علياء نقابة المحامين كما تعرفون لديها غرفة لمراقبة سير العملية الانتخابية لكن هل رصدتم أي خروقات خلال سير الانتخابات في ساعاتها الأولى؟ أهلا وسهلا أستاذ طبعا نقابة المحامين هي جهة مستقلة وغير حزبية ولا تتبع لإيتيان سياسي نعم ومراقبة جميع مراقبيها مراقبين مستقلين وعدد المراقبين المحامين انتشروا في كافة محافظات العراق عداء أقليم كردستان هما خلق سلاف ما يقارب خمس سلاف محامي طبعا الخروقات رصدناها لنشرها تباعا على مواقعنا والوسائل الإعلام كافة رصدنا العديد من حالات التلاعب وتبادل الأوراق الناخبين في بعض مناطق ومحافظات العراق عطال كثيرة في تقريبا 20% من أجزاء استحقق كانت عاطلة وتم أصلاحها وتم استبدال بعضها في محافظة ديالة وغيرها صار قبل قليل إغلاق مركز الفارابي بجهزة الشخص ومحافظة ديالة وسبو شاجرة مع القوات المسلحة بين جهات المسلحة وقوات الأمنية في بعض مركز المحافظة إلى إغلاقها والآن الوضع مستثبه هناك عندنا جماعتنا المراقبين ديوافونا بالتفاصيل أول بأول فرقنا ومناسقين ديوافونا بالتفاصيل بغرفة العمليات من النخابة نعم أستاذ علياء هل أنت معنا أستاذ علياء السيد نقيب المحامين العراقيين أكد أن عددا من مراكز الاقتراع رفضت دخول المحامين المراقبين بماذا تفسرين ذلك رفضوا دخول المحامين وقبل ثلاثة مقوضية المستقل للانتخابات أصدرت كتاب وجهت بأن المراقبين محلين فقط المراقبين دوليين يدخلوا تليفوناتهم المراقب المحلي رفضوا إدخال تليفون نحن سونا خطة بديلة أن المراقب يرجع للبيت يصورنا التقرير مالتا ويرجع يراقب يعني صار عبء على المراقبين لأنه راح يصير قطع بالمدة المراقب يعني يترك المركز انتخاب الساعة وحدة يرجع يرسلنا تقرير ويرجع يعود للمركز البديل عنه يرجع ساعة وحدة يرسلنا التقرير ويرجع وهكذا هذا صار جهد أكبر وتعب على المراقب لأن التليفون ما يكل وسببنا عرقلة بوصول التقارير اللحظية أستاذ علي عملية رفض دخول المحامين المراقبين إلى المراكز الانتخابية تعتقدين أن هذا الإجراء صحيح القانون والمواثيق الدولية التي تؤكد على أن المراقبين أو حقهم في متابعة سير العملية الانتخابية هل يلامس القانون والمواثيق الدولية والقانون هو أكيد أكيد هذا يعرق العمل للمراقبين يعني هو القانون نص على أنه هناك مراقبين محليين ومراقبين دوليين ومفرودة كشفافية بعملة التطبيق ووسع الإعلام تغطيها يعني هم ماشيون الخايفين ليش ما يخلون المراقب يدخل تليفون يكيد ما رح يصير بل بل هي رصير شكالات إحنا وياهم طبعا نحن توجهنا وياهم داعمين إلهم لكن ما يجوز يرفضون المراقب المحامي يدخل تليفونه حتى يصعد لنا التقارير الآنية يعني هذا واحد من أسباب عرقلة الرقابة على الانتخابات أستاذ عليها بحسب مصادر صحفية هناك عناصر من القوات الأمنية تبغط على الناخبين للتصويت للمرشح بعينه يعني هذه الأفعال إلى أي مدى يمكن أن توسم الانتخابات في العوارب؟ الحقيقة لحد الآن نحن طبعا نتمتع بشفافية وستقلال طيب نحن ما عندنا حياد أو حياد ليجيها معينة العراق قافة كل الكيانات العراقية ما عندنا نعياذ إليه لحد الآن ما أشر عندنا أي مراقب نحن خمس سلاف مراقب عندنا موزعين على جميع المحافظات العراقية عداقين كردستان لا أنا أقول مصادر صحفية ليس من المراقبين أنا ذكرت أن هناك مصادر صحفية أنا أتحدث لك أتحدث لك بما يصني من تقارير باللحظة سأصني تقارير لغرفة العمليات بالنقابة إحنا متواجدين ما وصلنا أي تقريب هناك أحد يضغب على ناخب معين الموجود لحد الآن تلكوا وتباطوا بالأجهزة فقط عطل فني فقط المشاكل الحالية ما ينبني منها فنية فقط إذا ما ثبت العطل الفني إذا ما ثبت العطل الفني ما هي الإجراءات من وراء ذلك طبعا هم حاليا الجهات الفنية بالمنفوضية ذات صلح العطال يعني أغلب العطال اللي وصلتنا ساعة 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 عشر شتغلت يعني خلال ساعة كذا ويصلحوها هناك مناطق فيديالة مناطق بخانقين تم استبدال الأجهزة وتم استبدال أوراق المرشحين وتبادلها بغير مراكز ما أعرفت والثواف عنية دعت إلى ذلك أنا أشكرت عبر الهاتف من بغداد المتحدثة باسم نقابة المحامين علياء الحسيني شكرا جزيلا لك شكرا أستاذ أهلا بك يا مرحبا أستاذ نظير في خبر عاجل وردنا قبل قليل مقتل شرطي وإصابة آخر داخل أحد المراكز الانتخابية في محافظة ديالة من له الصلاحية ومن له القدرة على دخول المراكز الانتخابية ومعه سلاح؟ والله يعني الأمر واضح لكل أبناء شعبنا بأنه المجامع المسلحة والميليشيات لديها سلطة فوق سلطة القانون فوق السلطة الأجهزة الأمنية وبالتالي دخول المراكز وبالسلاح ليس أمرا صعبا على هذه المجامع المسلحة وأنا أعتقد يعني ليس لدي اليقين ولكن أعتقد أن هذه الحادثة تأتي بالصراع ما بين هذه الأحزاب وما بين مرشحي هذه الميليشيات على الفوز في نتائج هذه المحطة أو تلك وبالتالي تحول الأمر إلى أطلاق نار ويعني مقتل أعتقد جندي وجرح آخرين هذا الأمر لا يحدث حتى في الدول المتخلفة أنه في مركز الانتخابات يكون حوادث قتل يعني أين الديمقراطية أين يفترض أن تدلي بصوتك وأنت مطمئن آمن يعني هذا نسف لكل هذه المعايير فكيف بمثل هكذا حوادث إرهابية تحدث داخل المركز الانتخابي وبعد ذلك يقولون أن هذه انتخابات نزيهة وتعبر عن إرادة الشعب العراقي أنا أقول كيف للمواطن العراقي يستطيع أن يذهب إلى المركز ومعه زوجته أو عائلته وهو مطمئن على حياته وحياة عائلته بالتأكيد هذا الأمر لا يوفر لهم أمن انتخابي ولا أطمئنان لإدلاء بصوته بكل أمان لذلك يعني حينما دعت هيئة الهيئة العراقية إدارة العصيان المدني لملازمة المواطنين بيوتهم بالذات في هذا اليوم ليس فقط اعتراضا على العملية انتخابية فقط إنما أيضا لسلامة المواطنين يعني هذه الأحزاب لا تتورع عن الاستهتار في دماء المواطنين وعن فعل أي شيء يحقق لهم الغلبة في هذه الانتخابات وبالتالي ستكون حياة المواطن مهددة داخل المركز الانتخابي وهو في الطريق إلى الذهاب إلى المركز الانتخابي هناك فوضى في السلاح واحتكام إلى الأعمال البربرية لمحاولة الفوز في هذه الانتخابات سيد نظير أيضا خبر عاجل وردنا من مدينة الموصل مصادر صحفية تتحدث عن إقبال وصفته بالضعيف جدا في الجانب الأيمن من مدينة الموصل لكن هنا السؤال أنتم كمحللين سياسيين كيف تنبأتم بضعف المشاركة في هذه الانتخابات على ماذا استندتم يعني بالقياس على يعني آخر انتخابات حدثت في 2018 كانت نسبة المشاركة وطبعا ليست لدينا معطيات دقيقة جدا لمعرفة نسبة المشاركة والمصادر الرسمية تكذب في هذه النسب لكن في الغالب وصفوا أن نسبة المشاركة في منتخابات 2018 كانت بحدود 18% وهذا الأمر لم تكن هناك ثورة تشرين ولم تسفك هذه الدماء ولم يقتل فيها هذا الكم الكبير من شبابنا والكم الكبير من الجرحة فبالتالي يعني من البساطة أن نتوقع بأن هناك عزوفا شعبيا منقطعا نظير في هذه الانتخابات كون أن هذه الانتخابات التي الأحزاب تريد أن تدلس على أنها استجابة لمطالب المتظاهرين بالحقيقة لم تكن هذه استجابة لمطالب المتظاهرين لم يقولوا انتخابات مبكرة قبل ستة أشهر من موعدها ولم يقولوا انتخابات مبكرة تحفظ سلاح الميليشيات ولم يقولوا انتخابات مبكرة وما زال قتلت المتظاهرين يتجولون في الشوارع لم يكن هذا الهدف الهدف كان اقتلاء هذا النظام برمته وبطريقة ديمقراطية وهذا الامر لم يحدث وبالتالي ما الذي يجعل شبابنا وكل شرائح مجتمعنا تشارك في هذه الانتخابات المزورة هذه المشاركة في هذه الانتخابات اعطاء للشرعية للقتلة والسراق والفسدة يعني نحن حقيقة الصراع ما بين الشعب من جهة وهذه السلطة من جهة أخرى هو صراع على الشرعية هم يحاولون انتزاع هذه الشرعية شرعية التمثيل تمثيل الشعب العراقي وبالقوة وبالخداع وبالتدليس وبشراء الذمم لكي يقولوا للعالم بأننا منتخبون بشكل شرعي من قبل الشعب العراقي والحقيقة العراقيون هؤلاء لا يعترفون بهذه الأحزاب وهذه الأحزاب لا تمثل العراقيين وبالتالي أنا حقيقة أشعر بالسعادة على هذه الاستجابة الكبيرة من شعبنا بكل شرائحهم مثقفين وبسطاء وشبابا وكهولا كانت الاستجابة كبيرة لدعوات الناشطين ودعوات المفكرين بأن يتم سحب بساط الشعي عن هذه الأحزاب وقد حدث فعلا نحن الآن الساعة الثانية عشر وتجاوزت هذه الساعة وما زال الإقبال ضعيف بينما الحديث البارحة في الليل كانت الميليشيات تريد وبالذات التيار الصدري يريد أن يكثف مشاركة التيارة صباحا ثم يقطع الشوارع بعد الساعة الحادي عشر والثاني عشر ليقطع الطريق على ناخبين الطرف الآخر وبالتالي يرمون التهمة برأس المتظاهرين أن المتظاهرين والمقاطعين الانتخابات هم من يقطعون الشوارع وبدليل أنه حتى الصدر قال لا تلبسوا أشياء تميزكم بأنكم تيار صدري يحاول أن يدلس على أن هؤلاء الذين يفعلون عمال شغب هم المتظاهرين وبالتالي حتى أنصارة لم يستجيبوا له الآن التيار الصدري ليس كما كان سابقا الآن شعبيته تهاوت بشكل كبير اليوم يخرج له راكم سيارة مال أبو مادرية موديل السبعينات ليدلس على الجماهير بأنه رجل نزيه وذو عفزين وين راح تجزك سارات وين راح تسطول السيارات وين الطائرة الخاصة في هذا المفصل هناك من يتحدث يقول بأنه إذا لم يشارك الناخب في الانتخابات فإنه سيعطي فرصة للبقية في أن يمثل الشعب في البرلمان الطرف الآخر يقول أن مسألة المشاركة سيعطي مشروعية للحكومة الجديدة للحكومة القادمة أي رأيين تفضل أستاذ أبو مادرية؟ يعني هذا من الأشياء التي يحاولون تسويق الأكاذيب يعني هذه الأحزاب تقول بأن عدم مشاركتك يعني بعض الناس الذين يقولون عن أنفسهم بأنهم ناصحين وأنهم ضد النظام أو ضد أحزاب النظام يقول إذا لم تشارك فإنك تعطي فرصة للفاسد يصل إلى الحكومة الحقيقة هذا غير صحيح لأن نسبة التزوير سوف تزداد حينما تكون المشاركة واسعة لكن حينما تكون مشاركة ضئيلة وضئيلة جدا التزوير سيكون مفضوح لذلك يعني يمكن كشفه ويمكن الطعن بنزاهة الانتخابات الأمر الآخر عدم مشاركة العراقيين أو كانت نسبة المشاركة متدنية جدا سوف يعطي المجال واضحا ومفتوحا للطعن بنزاهة الانتخابات وأن نتائج هذه الانتخابات لا تمثل إرادة الشعب العراقي فكيف إذا كانت مثلا نسبة المشاركة 10% أو أقل من ذلك أن تعطى الشرعية لمثل هذا البرلمان الذي سيخرج أو الحكومة التي تخرج وهي جاءت بنسبة أقل من 10% هل معقولة 90% يرفض هذا النظام السياسي يحكمه 10% وطبعا هذه العشرة بالمئة هي أتباع الأحزاب وهم أشخاص مؤدلجين وتم شراء ذمامهم وبالتالي لا يحق لهم أن يكونوا هم قادة العراق وأنا أعتقد عدم المشاركة هي الطريق أو الخطوة الأولى لإسقاط هذا النظام حينما يكون هناك برلمان وحكومة ليس لديها تمثيل شعبي واسع ستكون حكومة ضعيفة وهي أقرب إلى أن تتهاوى وبالتالي التمثيل الذي يراد له أن يكون تمثيلا ميليشيايا لن يجد الشرعية الكافية لكي يحكم العراق وبالتالي ستكون حجة المتظاهرين وحجة الناشطين العراقيين أمام العالم حجة قوية بأن هذه الانتخابات وهذه العملية السياسية لا تمثل العراقين نحن الآن في صراع على الشرعية يجب الشعب العراقي أن ينتزع شرعية التمثيل من هؤلاء السراق والفسدة هذه مسألة مهمة جدا يجب العمل عليها أستاذ نظير ذكرت الشباب المتظاهر في ثورة تشرين لكن السؤال الذي يطرح تعتقد أن ثورة تشرين لعبت دورا فعالا في العزوف الانتخابي الذي يحدث هذا اليوم؟ طبعا أنا أقول لك أن العمل الثوري هو عمل تراكمي صحيح ثورة تشرين كان لها دور كبير وظاهر في محاولة زيادة الوعي عند الجماهير ولكن أنا أقول لم تكن ثورة تشرين هي الوحيدة التي ساهمت في رفع الوعي عند الشعب العراقي فقد سبق ثورة تشرين هناك ثورات وانتفاضات حدثت في مدن عراقية عديدة سواء عند المكون الكردي أو السني أو حتى الشيعي لكن أهمية ثورة تشرين أنها انطلقت في مناطق التي تدعي الأحزاب السلطة بأنها حاضنتها الشعبية وبالتالي هذه الحاضنة الشعبية التي يدعون أنها تؤيدهم هي من رفضتهم لذلك أنا أعتقد هؤلاء الشباب قد أثروا في تغيير المسار السياسي في العراق بشكل كبير جدا والآن أحزاب السلطة تجد نفسها في حرج كبير في محاولة استرضاء الجماهير العراقية خذ مثلا هذا العامري أصبح كذابا أكبر يقول أن عدم تقديمنا الخدمات لمدن الجنوب هو بسبب لأننا من أنصار الحسين يحاول أن يلعب على المشاعر الطائفية وقبل سنوات كان يقول لا يوجد فقر في العراق وأتحدى من يقول أن هناك فقرا أو خدمات في العراق هذا كاذب وغيره من السياسيين وجدوا نفسهم في مأزق كبير في محاولة تبرير وتسويق أنفسهم حتى الخطاب الطائفي لم يعد يجدي حتى فتاة السستاني وغيره لم تعد تجدي وتؤثر بالناقب العراقي وخاصة الشيعي الآن سقطت كل أوراقهم الآن ليس لديهم إلا الاحتكام إلى السداح هم الآن لديهم استعداد لقتل كل من يقف في طريقهم لا عملية انتخابية ولا من هذه الخزعبلات التي يحاولون خداع الجماعية فيها هم يحتكمون إلى السلاح في محاولة تشبثهم في هذه الصلاح سيد نظير مسألة عطل في أجهزة التصويت وقطع الإنترنت يعني كيف سيؤثر على العملية الانتخابية في العراق طبعا أنا هذا فعلا موضوع مضحك في التصويت الخاص كان هناك عطل للأجهزة واليوم نسمع عطل الأجهزة وأنا أفسرها بشيئين إما أنه المفوضية التي بين قوسيا المستقلة لم تتهيئ بشكل كافي للانتخابات لكي تجعل أجهزتها والدعم اللوجستي لها جيد ويتجاوز هذه المشكلات بسرعة يعني نحن هذه الانتخابات السادسة صحيح؟ نعم ويعني المفروض أن تكون لهم خبرة كبيرة في هذا الموضوع أو أن الأمر مقصود لأن تعطل يعني مثلا ليش تتعطل في هذا المركز استخابي ولا تتعطل في مركز استخابي آخر نعم وأنا أعتقد أن هذا التعطل أو التعطيل مقصود لضرب جهة يعني حزبية معينة لصالح جهة حزبية أخرى لأن هذه الأجهزة أيضا موقتة بأنه تقفل في الساعة السادسة أعتقد في المساء اليوم وبالتالي تفوت الفرصة على ناخبين أحد الأحزاب أو من يوالي هذا الحزب وبالتالي هذا الصراع الحزبي والصراع الميليشياوي يتخذ وسائل عديدة ليس فقط التزوير إنما حتى تعطيل الأجهزة أو الضغط عن ناخبين أو بأي طريقة من الطرق لتغيير نتائج الانتخاب وتزييف إرادة الناخب العراقي أستاذ نظير الرئيس برهم صالح في كلمة الله مؤخرا يقول أو يؤكد على أن الانتخابات هي فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة هل هناك أمل في التصحيح في ظل نفس الوجوه التي ستأتي إلى البرلمان أو إلى الحكومة والله إذا كان أحد التصحيح أن نخلص من الوجه الكالح لهذا لرئيس الجمهورية وغيرا من المسؤولين يعني ممتاز لكن هذا كلام كل انتخابات يقولون نحن نحث جماهر عراقية للمشاركة في الانتخابات لتغيير السياسة العراقية وبناء مستقبل عراقي جديد ولكن الذي يحدث أن الوضع يسوء ولا يتحسن ولا يثبت على مستوى معين إنما يسوء أكثر ثم أكثر هذا الكلام يعني هو يقولون من أجل مصالحهم ومن أجل التشبث بمناصبهم والاستمرار في سرقة المال العام وبالتالي هذا الكلام لا قيمة له ونحن نعتقد أن هذه الانتخابات وغيرها من الممارسات التي يقولون عنها ديمقراطية لن تؤثر في تغيير المسار السياسي في العراق انظر كل دول العالم التي تتخذ من الديمقراطية كنظام حكم لديها يكون هناك تحسن في حياة المواطن يكون هناك تغيير على الأقل في مواقف هذه الدولة بينما في العراق الدولة الوحيدة التي المسار الديمقراطي يحول البلد من شبه ديمقراطي إلى بلد ديكتاتوري ميليشياوي تتحكم فيه الجماعات المسلحة يعني انظر منذ 2003 وقارنها ونحن في 2021 نفس الوجوه عدى ذلك هناك زيادة في عدد الميليشيات هناك زيادة في السلاح المنفلت زيادة في السرقات زيادة في الفقر زيادة في الأمية أين النظام الديمقراطي وكيف أثر في الواقع العراقي الغريب في العراق الذي يحدث فقط في العراق أن دورة انتخابية يكون فيها المرشح داخل البرلمان في الدورة الانتخابية التي تليها نراه قد أصبح وزيرا في حكومة ما هي عملية التبادل الأدوار ولكن دعني هنا هناك من خرج وهتف بالروح بالدم نفديك يا فلان حتى ما تكون هناك دعاية انتخابية يحسب له وأيضا طبعا أتحدث في محافظة صلاح الدين وأيضا في نفس الفيديو الذي شاهدته يهتفون لشخص معين هلا بيك هلا طيب هل يتحمل المواطن جزء من مسؤولية إعادة نفس الوجوه ولو جزء بسيط أستاذ نظير والله يعني أنا أقول لك نحن كشعب عراقي لا نختلف كثيرا عن باقي شعوب العالم الشعب العراقي ليس شعبا ملائكيا فيه يعني الوطني وفيه المخلص وأيضا في نفس الوقت فيه الذي يمكن أن يبيع ذمته ويبيع شرفه يعني هذا الشيء متوقع وموجود في كل الشعوب وليس فقط شعبنا لكن الشيء الآخر إنما هو كلما زادت نسبة الجهل وكلما زادت نسبة يعني يقول لك شون قبل أكو مثل عند العسكر الوحدة بآمرها إذا كان آمر الوحدة فاسد ومخربط تجد الوحدة هكذا وإذا كان الرجل يعني آمر الوحدة إنسان منضبط ويعني جيد تجد الوحدة تأخذ مساره هذا ينطبق أيضا على الدول يعني الأحزاب بفسادها والمسؤولين بفسادهم ينعكس على شريحها لا بأس بها من الشمع لكن هذا الشخص حتى هذا الشخص يعني طلع في إحدى القناة الفضائية وكان يقول كنت عضوا في لجنة النزاهة أخذت رشوة وسديت ملف طيب هذا شون أقول لبنروح بالدم نبديك يا أبو يعني سبحان الله ممكن هي تكون مجموعة قد تم شراءها وشراء ذممها هي لا تعكس حقيقة أو أغلبية الشعب العراقي كذلك ربما يدخل فيها البعد الطائفي ربما هناك وعود يقدمها لبعض الناس للهتاف بهذا الشكل المستفز لكن بالتأكيد لا يعكس عن توجه الشعب العراقي إن شئت أن تعرف توجه الشعب العراقي انظر إلى هذا العزوف الشعبي عن الانتخابات لا يغرر أن يخرج خمسة أو ستة أشخاص يهتفون بهتافات لصالح هذا المسؤول أو غيرها هؤلاء لا يمثلون كثيرين من الدكتاتوريين كانوا أيضا يهتفون لهم يرفعون العقال لهم وبالتالي هم أول الناس اللي يغذروا به هذا الأمر لا يمثل إرادة حقيقية إن تريد إرادة حقيقية للشعب أنظر إلى التظاهرات أنظر إلى هذا العزوف الشعبي عن الانتخابات أنظر إلى بقاء الحراك في ازدياد سواء في مدى الجنوب أو الوسط أو الشمال هذا من يعبر عن إرادة الشعب العراقي أستاذ نظير بعد هذه الانتخابات تتوقع أن ثورة كثورة تشرين قادمة أشد عنفا وزخما أشد عنفوانا عفوا وزخما من الذي شاهدناه في تشرين 2019 هذا الذي كنت أريد أن أقوله أن الانتخابات بكل نتائجها يعني سواء هناك سيناريوهات عديدة لمخرجات هذه الانتخابات إما أن يسيطر الميليشياوين ويكون هناك برلمان ميليشياوي وحكومة ميليشيا أو العكس أنه ستكون الكتل كلها تقريبا متشابهة في عدد المقاعد وهذا ممكن يفتح صراع جديد أو تكون النتائج كما كانت في 2018 والتي سبقتها 2014 وبالتالي لن يحدث تغيير لكن في جميع هذه السيناريوهات المتوقع أن رد الفعل الشعبي سيكون عنيف حقيقة ستخرج أيضا تظاهرات مرة ثانية ولكن الشيء الجديد الذي سيفعله شبابنا الشباب العراقي وأنا أثق بهم ثقة كبيرة وفي رجاحة عقولهم إنهم عقولهم خلاقة يجدون أساليب في كل مرة أساليب جديدة لنضالهم ونضالهم نضال شرعي وبالتالي أنا أعتقد أن الحراك الشعبي الذي سيقوم عليه الشباب العراقي ربما يأخذ مثلا العصيان المدني كطريقة جديدة لمحاولة إسقاط النظام وإذا ما فشل حتى العصيان المدني ربما سيتحول هذا العنفوان الشبابي إلى أمر لا نتوقع ربما يصل إلى مرحلة إزاحة هذا النظام السياسي وبالقوة هذا الأمر هذا التطور طبيعي عند الشعوب في كل الشعوب حينما تخرج بتظاهرات سلمية ولكنها تقمع وتقتل يتحول هذا الحراك بطريقة أو بأخرى إلى حراك مسلح لإزاحة هذا النظام ونحن نقول أن العراقيين كان لديهم من رجاحة العقل الشيء الكبير بحيث أنهم ما زال بعد مروا سنتين من حراكهم السلمي ما زالوا متمسكين بتوجههم السلمي لكن الأمور مفتوحة ربما في المستقبل لكن أعتقد أنا لدي ثقة كبيرة بأن شعبنا في النهاية سيصل إلى أهدافها وسيزيح هذا النظام وسيؤسس نظاما لا يشبه هذه الأنظمة السابقة ذلك لأن المعاناة التي كان يعانيها طيلة هذه السنة الماضية ستجعلهم يبنون نظاما موطنيا حقيقيا يبني العراق مرة جديدة وينطلق انطلاق جديدة يجعل العراق فعلا مثالا لدول الجوار ليس كما قالت أمريكا حينما احتلت العراق أننا سنجعل العراق مثالا لباق الدول لا إنما العراقيين هم الذين سيبنون النموذج الذي تحتذى به دول الجوار وغير الجوار سيد نظير تعتقد ما بعد الانتخابات إذا ما أصبحت هذه الانتخابات وخرجت النتائج تعتقد أن موضوع رئاسة الوزراء ستتأخر أشهر كما اعتدنا في كل انتخابات هذا بالتأكير في كل السيناريوهات التي ذكرتها موضوع تشكيل الحكومة سيكون متأخرا وهذا التأخير هو الذي سيفتح باب الصراع المسلح ما بين الميليشيات طبعا أنت تعرف أخي الكريم في النظام الحالي صلاحيات رئاسة الوزراء هي صلاحيات كاملة هو من يتحكم بالنظام السياسي في العراق وبالرغم أنه الكاظمي لديه من الصلاحيات الواسعة ولكنه مكبل والميليشيات هي ما تفرض رأيه عليها لكن مع ذلك هذه الميليشيات تريد أن تأخذ ليس فقط القوة إنما تريد أن تأخذ الشرعية الدستورية لأعمالها الإجرامية وبالتالي الميليشيات الولائية الموالية لإيران من جهة والتيار الصدري وغيره من الجهات الأخرى حريصة جدا على الحصول على رئاس الوزراء وأعتقد أن هذا الحرص لن يكون كما كان في السابق أنه يكون هناك توافق على اختيار شخصية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة توافقية الأمر تجاوز هذا الأمر الراعي الآن الإيراني عاجز عن أن يوفق ما بين هذه الميليشيات انظر الآن هناك ميليشيات تابعة للعتبات المقدسة وهناك ميليشيات صدرية ربما يتلفان فيما بينهما إضافة إلى الكاظمي وقوات المسلحة بالطرف المقابل هناك لدينا ميليشيات تمتلك سلاح كبير وثقيل بينها الصواريخ والدبابات والمدرعات وهذه الميليشيات قادرة على إدامة زخم القتال هذه الميليشيات احتلت المنطق الخضراء قبل أشهر ولم تستطيع القوات الأمنية فعل شيء وبالتالي هذا الصراع ربما يدخلنا في حرب أهلية أنا أشكرك الكاتب والبحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام نحب أن ننوه لحضراتكم أننا سنكون معكم في تغطيات مستمرة على مدار اليوم نتحدث فيها عن الانتخابات النيابية المبكرة في العراق نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر